في رد فعلها عن العقوبات المتتالية وغير المفهومة التي استهدفتها من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاقورة قالت مينا بشويكا أستادت مادة الفلسفة بتنوية ابن السينة بجماعة مزجيطة والمثيرة للجدل إنها قررت الدفاع عن نفسها من هذه القرارات المجحفة في حقها وقالت بشويكا في تصريح صحفي بعد زيارة المديرية الإقليمية هذا الصباح أخبروني أنهم لا يفهمون سر هذا القرار العجيب وأن وضعيتي سليمة بحكم استئناف للعمل في 14 يناير 2017 ثم الاقتطاع الصابع عن المدة بأكملها وأنه قد لا يكون هناك خطأ وزاري ارتكبه تطبيق مرصد الذي يحصي ويصحح وضعية بعد أساتذة التعليم وأضفت المتحدث نفسها وعلي بالتالي تحمل وزر خطأ وزارة إن أردت استرجاع راتبي ولذلك حملت مطبوعا لتصحح الوضعية موقعا من طرف المدير التنوية ثم وقعه اليوم المدير الإقليمي ويوم الاثنين سأحمله إلى مدير الأكاديمي ليوقعه ثم أسافر إلى الرباء لأودعه بأحدى المصالح الوزارية التي لا أعرف من تكون لحد الآن ثم أذهب في حالة تسوية وضعية إلى الخزينة العامة لاستخراج حوالة بالشهور التي توقفت فيها أجرتي يرتكبون الخطأ أو يتعمدون معاقبتي تضيف بشويكا وعلي تحمل هذا التعديب الممنهج من اقتراض المال لصرفه في التنقلات والمبيت والأكل وغيره لأجل حمل على الدخول في صف القطيع الذي لا يجب عليه أن يرفع صوته بالحق بقدر ما يكتفي بالتغاء والانكماش يذكر أن المديرية اتخذت قرارا غير مفهوم يقضي بمعاقبة مين بوشويكا من خلال اقتطاع كامل للمدة التي تغيبت فيها لوجودها إلى جانب تلميذ وقفت بجانبه في عمل إنساني بالمستشفى الجامعي الشيخ خليفة بالبيضاء وقيامها عبر صفحتها الفيسبوكية بجمع تبرعات لمعالجة الشاب اليتيم والفقير من دوار أوريز بأقدس إقليم زاقورة مع توجيه تنبيه لها في زيارة مفتش المادة في يوم الآخر يوم الإجراء لفروض السنة الدراسية الماضية كما قررت المديرية متولها أمام المجلس التأديبي خلال شهر يوليوز 2017 قبل أن تتوج مسلسل عقوبتها بتوقيف أجرتها لثلاثة أشهر ابتداء من يناير 2020 اشتركوا في القناة